السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا الأعزاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي درسنا في مادة القراءة العربية لهذا اليوم بعنوان الحمار العنيد الحمار العنيد والجمل الذكي هربا من صاحبهما حتى وصلا إلى غابة وعندما شعر الحمار بالراحة والسرور أراد أن يغني فقال الجمل لا تفعل يا صاحبي فإني أخاف أن يسمعنا الإنسان فيأخذنا فقال الحمار أنا طريب فلابد أن أغني نهق الحمار نهيقا عاليا فسمعه رجال القافلة التي كانت تمر بالقرب من المرعى فقضضوا على الحمار والجمل لكن الحمار رفض أن يمشي فحملوه ووضعوه على ظهر الجمل وسار الجمل مع القافلة أراد الجمل الذكي أن يتخلص من هذا الحمار العنيد وأن يرميه من على ظهره فقال للحمار لقد طربت على غنائك في الغابة أنا أريد أن أرقص فأخذ يرقص ويرقص حتى سقط الحمار في ماء النهر من فوق الجسر وهكذا قد تخلص الجمل الذكي من هذا الحمار بذكائه وصبره لنقرأ معا القصة التالية هرب جمل وحمار من صاحبهما وسارا معا حتى وصلا إلى غابة بجوارها مرعا نظيف وبعد أن أقاما أياما في الغابة والمرعى قال الحمار للجمل إنني أشعر براحة وسرور وأريد أن أغني بصوتي الجميل فقال الجمل لا تفعل يا صاحبي فإني أخاف أن يسمعنا الإنسان فيأخذنا ويربطنا ويضربنا فقال الحمار أنا طرب فلابد أن أغني نهق الحمار نهيقا عاليا فسمعه رجال القافلة التي كانت تمر بالقرب من المرعى فقبضوا على الحمار والجمل لكن الحمار حرن ورفض أن يمشي فحملوه ووضعوه على ظهر الجمل وسار الجمل مع القافلة مرت القافلة على جسر فوق نهر ولما أرادت العبور شعر الجمل بالتعب فقال للحمار لقد طربت على غنائك في الغابة أنا أريد أن أرقص فقال له الحمار لا تفعل يا صديقي فإن في ذلك هلاكي قال الجمل قد زاد طربي فأخذ يرقص ويرقص حتى سقط الحمار في ماء النهر من فوق الجسر السؤال الأول هل يستطيع الحمار الغناء السؤال الثاني أيهما أكبر حجما الجمل أم الحمار وأيهما أكثر صبرا وذكاء السؤال الثالث لماذا قرر الحمار أن يغني السؤال الرابع لماذا رفض الجمل أن يغني الحمار السؤال الخامس ما الذي حدث للحمار عندما رقص الجمل أرجو منكم كتابة النص مع الأسئلة والإجابة عليها في دفاتركم وأشكر لكم حسن متابعتكم